أدى نيكولاس مادورو اليمين الدستوري رئيساً لفنزويلا في الوقت الذي يساعد فيه مسؤولو الانتخابات لمراجعة الأصوات في عقاب احتجاجات المعارضة على النتائج نصب نيكولاس مادورو رئيساً جديداً لفنزويلا بعدما أدى اليمين الدستوري أمام الجمعية الوطنية في كاركاس خلفاً للرئيس الراحل هوغو شافيز بينما يستعد مسؤولو الانتخابات لمراجعة الأصوات في الانتصار الذي حققه مادورو بفارق ضئيل مراسم التنصيب حضرها عدد من القادة بينهم رؤساء إيران والبرازيل والأرجنتين وبوليفيا والإكوادور ووفود تمثل الصين وروسيا وإسبانيا وكوبا وغيرها وأعلن مادورو أنه سيحترم قرار إعادة فرز الأصوات رغم استبعاده في السابق قبل هذه العملية وعبر مادورو عن احترامه للمجلس القومي للانتخابات ترغم اختلافه مع القرار الذي اتخذه المجلس إلا أنه اعتبر أن القضية منتهية ولم يحذر نواب المعارضة جلسة تنصيب مادورو في الجمعية الوطنية وسيعلن موعد البدء في إعادة فرز الأصوات الأسبوع المقبل وفجر النزاع لنتيجة الانتخابات أعمال عنف في العاصمة كاركاس قتل فيها ثمانية أشخاص وهو ما دفع مادورو إلى اتهام خصمه كابريلس بالفاشية في حين تبرى المرشح الخاسر من العنف ودعى أنصاره إلى الاحتجاج سلميا وكان الرئيس البنزويلي المنتخب توجه أمس إلى العاصمة البيروفية ليما حيث التقى قادة دول اتحاد أمريكا اللاتينية لضمان دعمهم له وقبل القمة وجه رئيس الإكوادور رسالة دعم لمادورو قال فيها أن الانتخابات الحرة والديمقراطية يجب أن تحترم مضيفا أن اتحاد أمريكا اللاتينية لن يسمح بانقلاب وقد اعترفت كل دول أمريكا اللاتينية تقريبا بانتخاب مادورو وكانت الولايات المتحدة قد اعتبرت نظام الرئيس الراحل هوغو تشافيز عدوها اللدود في أمريكا اللاتينية وسندت المعارضة الفنزولية في مطالبتها بإعادة فرز الأصوات في موقف أيده أيضا الاتحاد الأوروبي الذي اكتفى بقوله أنه أخذ علما بانتخاب مادورو ترجمة نانسي قنع